من حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان موفد الحدث رائد الأغبر أهلا بك معنا رائد لك أن تصف لنا الصورة حيث أنت بعد اشتباكات أو قصفا بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي ليلة عمس كيف تبدو الأجواء الآن؟ تهاني ليس ليلة أمس فحسب الصباح اليوم لم يكن هادئا بالفعل الغارات الإسرائيلية التي توغلت في العمق اللبناني وحتى في العمق السوري الحديث أن هذه المقاتلات الإسرائيلية قصفت مناطق في سوريا الحديث عن منطقة القنيطرة التي طلقت ضربات من سلاح الجو الإسرائيلي يقولون بأن هناك عناصر إيرانية أو حتى لحزب الله تتنقل ما بين لبنان وسوريا بالفعل المسيرات ما زالت تتجول في هذا الشريط الحدودي طنينها مستمر بسماع طنين هذه المسيرات والتي تعتبر كاميرات مراقبة تحدد إحداثيات لمواقع تحركات حزب الله على الجانب اللبناني بالفعل هناك قصف متبادل ما بين الطرفين حزب الله والجيش الإسرائيلي طبعا دعينا نبدأ من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حيث قال وزير الجيش يوم أمس بأن إسرائيل غير معنية بفتح جبهة الشمال الحديث عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية لكنهم مستعدون لهذه الجبهة ولديهم احتياطي من المقاتلين ما يكفي لسد ثغرات كل هذه الحدود والحفاظ على حدود إسرائيل على حد وصفه أيضا رئيس هيئة الأركان قال بأن الجيش الإسرائيلي حقق نجاحات على الجبهة الشمالية وذلك بالتصدي لهجمات حزب الله وشن غارات إن كان بالمقاتلات أو كانت هناك بعض الاشتباكات على الحدود حول مزارع شبعة وبعض البلدات يقول بأن الجيش الإسرائيلي حقق نجاحات بالتصدي لتقدم حزب الله أيضا هناك أحد زعماء المستوطنات في مارغيلوف على سبيل المثال قال بأنه من العار على إسرائيل أن تعتبر أن الجيش لا يرغب بفتح هذه الجبهة ولا بد من إشراك هذه الجبهة الشمالية بالحرب المعلنة على الحدود اللبنانية ليس في الجنوب فقط في قطاع غزة وإنما في المناطق الشمالية منذ الصباح الباكر كما أسلفنا هناك قصف متبادل أيضا يوم أمس المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف عن قصف مواقع داخل لبنان والحديث عن خمسة كيلومترات في العمق اللبناني عن بلدات أو قرى امروحين بلدة رامية وأيضا عدة بلدات يتمركز فيها حزب الله ويتنقل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ربما يشهد اليوم أيضا مناورات جديدة للقوات الإسرائيلية لكن الوضع بالفعل ساخن تهاني شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات من الحدود الإسرائيلية الشمالية مع لبنان مفذ الحدث رائد الأخبر